بوسي تامير أنا عايزة الأول ندخل لجوة وبعدها نطلع لشكل خالي يلا بينا يلا بينا يلا بينا ميش أنا كست لما باهتم بنفسي بروح أعمل ساونا بروح أعمل مساج بغير لون شعري بلبس لبس حلوة النهاردة يعني جايبة كده تقم حلوة كده ومحلوة في نفسي بيكون عندي بحيث أن الأدرينالين بيعلى بحيث أن أنا أمر بحيث أن أنا ست مرغوب فيها الراجل بقى لما إيه الحالة النفسية اللي بتطلع منه لما بيهتم بشكله خلينا نقول بس اللي اهتمامات هي المختلفة ميش يمكن إحنا كرجالة أن إحنا ننزل نعود براحتنا مع أصحابنا ونعود على قهوة ولا نخرج روجة ولا نسافر سفرية هي دي اللي بتخلي عندنا نفس الإحساس اللي عندكم اهتماماتنا بتمقى مختلفة عنكم أولي الأوي اللي بتلاقوا اللي بيقدروا يوزنوا ما بين الاهتمامات اللي تساعدهم خلينا نفرق بس ما بين اللي يساعدهم ويخلي حياتهم ومدهم كويس وما بين الحاجات اللي تخليهم وعندهم ثقة بنفسهم اه حلو دا الموازنة حلوة اللي حرج بتقوليه ده ده بيساعدكم انتو إحنا اللي بيساعدنا مختلف عن اللي بيساعدكم مش زيكو خالص بس حلو أن يكون عندنا حتة الموازنة ما بين اللي بيساعدنا وما بين كمان اللي يخلينا وثقين من نفسنا يعني في حاجتين في حاجات تساعدني وفي حاجات تانية تخليني واثقة في نفسي هديكي مثال بسيط لو حضرتك النهاردة قررتي أنك أنت زي ما قلتي أنك أنت تروحي جيم وت وأنك أنت تتمي بنفسك تروحي كوافر وتلبيسي كويس تمام؟ هتبقي مبسوطة صح؟ لكن لو حضرتك أنك أنت عارفة أنك أنت لابسة حاجة سنيب ماركة كبيرة ونزلة قدام الناس كلها حتى لو هي ممكن تكون في نظر الناس تانية مش حلوة بس أنت بيبقى عندك ثقة بنفسك لأنك أنت عارفة أنت لابسة حاجة تمانها كام واسمها ايه؟ صح؟ صح هو ده الفرق ما بين السعادة والثقة بالنفس عشان كده أنا بقول أن احنا كرجالة مهمة قوي أن احنا أولا نبقى سعدة عشان نقدر نسعد اللي حوالينا ثانيا فكرة أن احنا نقول أن الراجل هو بيتتقل بيجيبه لأ هو مش كده خالص مش بمصاريفه الراجل بيتوزن بحاجات كدنية كتير قوي شكله عقله تفكيره أصوله لأن هما دول اللي بيعودوا هما دول الأهم وهم دول اللي الراجل محتاج يبص ويوازن شوية في حياته ما يديش حاجة على حسب حاجة لأن احنا مشكلتنا أن احنا بنتخيل طالما احنا عاملين الواجب اللي علينا صح وبنفتقد حتة التأدير يبقى معناها احنا عاملين اللي علينا ثالث ومثالث ومن حقنا نعملها حاجة فاحنا نقدر احنا نصرف احنا نبقى مسؤولين مش مسألة صرف احنا مصاريفه بس وان احنا نهتم بشكلنا نبقى حبين نفسنا لأن هذه المشكلة لو احنا ماهتمناش بنفسنا بالشكل الصح واللي قدامنا ما حسسناش وزي محارك قلتي برضو الزوجة لها عامل كبير جدا في الموضوع ده لأنك بتلاقي لو الزوجة ما بتساعدش إن الراجل يكون مهتمد نفسه لأن أغلبية السيدات بتقلق إن الرجالة تبقى مهتمد نفسها بقولك فيه ستات يعني أنا شفت مرة ست يعني مخلية جزء بيربي شنبه والشنب مش لايق عليه خالص فيه أفلام حصلت احنا علقت على الموضوع بقيت له احنا نلبس كده واحنا نزيلينا العيادة ايوا انه متغدى عالم في فيلمة ايوا حنا نلبس كده واحنا نزيلينا كان نادير رجال السرلي صح كانت بتبوز شكله خالص وتلبسه واسع وتبقى ريحته وحشة وحاجة كده ولا عايز يعمل حاجة بيعمل هو كان بينزل يعمل إيه فهو ده اللي أنا عايز أقوله هو مش إن أنا أساعده إنه هو أو إن أنا أحطه على الطريق الغلط علشان خاطر أضمنه بالعكس ده أنا أساعده إنه بقى في أحسن حالاته لإنه هيخليني أنا في أحسن حالاتي يعني هي دايما لو لاقت إن جزءها مهتمد نفسه هي كمان هتهتمد مش هنقول إنها هتهتمد بس هتحاول تحط جزء من اهتمامها بيتها وولادها وبيه إنها هتبقى دايما لايق عليه لأن بتبقى مشكلة إن الراجل لو سمع كلمة إعجاب أو اهتمام من حد تاني غير زوجته هنا ده بيبقى أول مفتاح لأول باب بيفتح أبواب مش حالة أول مفتاح لباب الخيان بالضبط وممكن يكون ما عندهش أي نوع من النوع على الاهتمام بس في صغرات أي شخص تاني بلاش ندي فرصة إنه يدخل منها